هم خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء ربنا من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أعبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله اللهم صلي علي وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله أشهد الله تعالى أني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبتي في الله هذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء تكلمنا فيما مضى عن الغصن الندي الحسن بن علي وعن العالم المبارك عبد الله بن المبارك وعن القاد الذكي شريح الكندي وعن الملك الفاتح العادل نور الدين محمود وعن الملك المجاهد البطل هارون الرشيد وعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعن سلطان العلماء العز بن عبد السلام وعن الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وعن غيرهم وفي هذه الليلة المباركة وفي هذه الدقائق المعدودات نحن على موعد مع أمير المؤمنين العادل الزاهد الورع الخائف من الله عز وجل الذي ملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا إنه المجدد الأول لشباب الإسلام على رأس المئة الأولى من تاريخ هجرة المصطفى رجل من أعطر الناس سيرة ومن أطيب الناس سريرة أقبلت عليه الدنيا بخيلها ورجلها فوطأها بقدمه ويمم وجهه شطر الآخرة كانت فترة حكمه أقل من ثلاث سنوات غير أنه فعل فيها الأعاجيب التي ما زلنا نتحدث عنها وندهش ونعجب إلى هذه اللحظة التي نعيشها الآن حكم الأمة أقل من ثلاث سنوات فأقام المعوج وأصلح ما فسد وملأ الدنيا عدلا بعدما ملئ الظلما وجورا ثم قضى بعدها نحبة ومضى للقاء ربه قال عنه الإمام أبو نعيم في الحلية كان واحد أمته في الفضل ونجيب عشرته في العدل جمع زهدا وعفافا وورعا وكفافا شغله آجل العيش عن عاجله وألهاه إقامة العدل عن عاذله وكان للرعية أمن وأمانا وعلى من خالفه حجة وبرهانا وكان مفوها عليما ومفهما حكيما فمن هو إنه أشج بني أمية فمن هو إنه حفيد ابنة بائعة اللبن التي زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولده عاصم ثم رزق بعد عاصم منها بابنه فزوجها لوالد صاحبنا فمن هو قال عنه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إذا رأيتم الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها بين الناس فاعلموا أن من وراء ذلك خير إن شاء الله لقاؤنا مع أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أب العاص ابن أمية أمير المؤمنين حقا أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري الخليفة الزاهد الراشد العابد العادل أشج بني أمية طرف الخيطي في قصة عمر بن عبد العزيز يبدأ عندما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة يتحسس أحوال الرعية فسمع الفاروق عمر حديثا يدور بين امرأة وابنتها تقول الأم لابنتها قومي يا بني واخلط اللبن بالماء أم تأمر ابنتها عند إشراقة الفجر بغش الأمة فقالت البنت الطقية يا أم ألم ينهى عمر رضي الله عنه عن ذلك قالت وأين عمر الآن أين أمير المؤمنين الآن إنه لا يرانا فقالت البنت الطقية إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا عندها ارتج عمر واهتز قلبه وشعر أنه قد وقع على كنز ثمين عظيم فطار إلى بيته وجمع حوله أولاد عاصم وعبد الله وعبيد الله وقال يا بني يا أبناء يا بنية من منكم يريد أن يخطب امرأة من أفضل نساء المدينة قال عاصم أنا يا أبي أنا ليست لي زوجة وظن عاصم أن أباه سيزوجه من ابنة الوالي أو القاضي أو القائد وإذ به يقول له اخطب فلانة ابنة بائعة اللبن فكع عاصم يعني قبل وراء وسكت قال هذه من خير نساء المدينة والله إن لم يتزوجها واحد منكم تزوجتها أنا على أمكم قال عاصم رضيت بها يا أبي فخطبها أبوه لها من قبل أبوه فخطبها أبوه نعم له من قبل أن يراها عاصم ولم يقل عاصم انتظر يا أبي حتى أراها ويقع بيننا حب وغرام وعشك وهيام ولقاءات في الظلام ونتبادل مع بعضنا أشرطة الأغاني أبداً أبداً خطبها عمر لولده عاصم فكانت من أفضل النساء فرزق منها عاصم بابنه سماها ليلى تزوجت ليلى بعد من عبد العزيز بن مروان فأنجبت للأمة عمر بن عبد العزيز إذن عمر بن عبد العزيز ثمرة خرجت من شجرة غرسها الفاروق عمر رضي الله عنه مولده ولد عمر بن عبد العزيز بحلوان ويقرية من قرى مصر عندما كان أبوه والياً على مصر في سنة واحد وقيل تلاتة وستين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم عاصم ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سفته كان أصمر رقيق الوجه جميل الوجه نحيف الجسم حسن اللحية غائر العينين بوجهه بوجهه أثر نفحة من دابة رفسته في جبينه وهو صغير رضي الله عنه طلبه للعلم لما ولي أبوه مصر أراد أن يخرجه من الشام معه في رحلته حيث يحكم فقال عمر لأبيه أو تبعثني إلى مكان أفضل من ذلك ويكون فيه الخير لي ولك يا أبي قال أي مكان قال رحلني إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلب العلم هناك على أيدي الصحابة وعلى أيدي كبار التابعين وأتأدب بآداب القوم قال نعم الرأي رأيك يا عمر فذهب عمر إلى المدينة ينهل من علوم العلماء فاشتهر في المدينة بالعقل وبالعلم وبالفضل حتى أن خادم النبي أنس رضي الله عنه دخل يوما إلى مسجد النبي فرأى الشاب الصغير عمر بن عبد العزيز يصلي فقال أنس لمن معه ما رأيت أحدا صلاته أشبه بصلاة رسول الله من هذا الغلام الله أكبر كان يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه ويتعلم منه ولما مات أبوه طلبه عمه عبد الملك إلى الشام وخلطه بولده وزوجه من ابنته فاطمة وقد كان رحمه الله قبل الخلافة على قدم من الخير والصلاح إلا أنه كان فيه مبالغة في التنعم وكان فيه اختيال في المشية يلبس أغلى الثياب رحته يتشم من على بعد يعني آلاف الأمطار أزكى العطور يبالغ في الترفه والتنعم ويختال في المشية وبعد موت عبد الملك ولي الوليد بن عبد الملك وبعد الوليد بن عبد الملك ولي سليمان بن عبد الملك وبعد سليمان بن عبد الملك ولي عمر بن عبد العزيز ولكن كيف أصبح عمر بن عبد العزيز حاكما للأمة وأمير المؤمنين كيف وصلت له الخلافة قال رجاء بن حيوة لما كان يوم الجمعة لبس سليمان بن عبد الملك الوريس وقتها ثيابا خضرا من خز ونظر في المرآة وقال أنا الملك الشاب قال فما عاد من صلاة الجمعة حتى وعك مرض واشتد مرضه فلما شعر بأنه يموت قال لرجاء بن حيوة أدخل علي أولادي يا رجاء فدخل عليه أولاده فإذ به يراهم صغار ما ينفعش واحد منهم يحكم فبكى ودخل عليه عمر يعوده ما يبكيك يا ابن عمي ما يبكيك يا أمير المؤمنين قال إن أبنائي صغار قد أفلح من كان له كبار فقال له عمر عندها لا يا أمير المؤمنين بل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل ثم خرج فانتبه سليمان وقال لمستشاره رجاء بن حيوة اكتب يا رجاء اكتب والله لا أعقدنها عقدة يعجز الشيطان عن حلها اكتب أن أمير المؤمنين من بعد عمر بن عبد العزيز وأن من بعده يزيد بن عبد الملك اكتب هذا كتاب من عبد الله سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز إني قد وليته الخلافة من بعدي ومن بعده يزيد فاسمعوا أيها الناس له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمعوا فيكم ثم قال يا رجاء لا تقرأ هذه الرسالة إلا بعد دفني وإلا بعد جمع الناس في المسجد على الملأ ففعلوا مات سليمان في عز شبابه حسد نفسه لما دفنوا ورجعوا وناد المناد صلاة جامعة امتلأ المسجد فصعد رجاء على المنبر وفتح وصية سليمان فإذ بالناس يسمعون أن سليمان أوصى بالخلافة من بعده لابن عمه عمر بن عبد العزيز فنظر الناس إلى الخليفة الجديد أين هو أين هو فوجدوه في آخر صف لا يقوى أن يقوم على رجلي من هول ما سمع من بلاء فأسنده رجلان ثم أصعداه المنبر قال أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر على غير مشورة مني ولا طلب وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعة لي فاختاروا لأنفسكم من شئتم فصح كل من في المسجد اخترناك يا أبا حفص رضينا بك يا أبا حفص نعم الأمير أنت يا أبا حفص فحمد الله وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله ثم خطب فيهم فكان من كلامه أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم ألا إني أثقلكم حملا وبكى رضي الله عنه جعل كمه على عينيه وأخذ يبكي ألا إني أثقلكم حملا أيها الناس إن هذه الأمة لم تختلف في ربها ولم تختلف في نبيها ولم تختلف في كتابها ولكن اختلف في الدينار والدرهم وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا ثم رفع صوته جدا أيها الناس من أطاع الله وجب الطاعته ومن عصى الله فلا طاعة له أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم ونزل فقال العلماء إلزموا إلزموا كونوا معه فإن وافق قوله فعله فلا تتركوه أما المنافكون مسحون القوخ لكل ريس قالوا لا حاجة لنا في هذا الرجل لم اشتبعنا لا حاجة لنا في هذا الرجل ولما خرج من المسجد اسمعوا العجب يا ناس فليسمع كل رئيس وكل ملك وكل أمير اسمعوا فلما خرج من المسجد سمع للأرض هده قال ما هذا قالوا مراكب الخلافة أعدت لك يا أمير المؤمنين الموكب بتعفى خمتك مراكب الخلافة أعدت لك يا أمير المؤمنين قال ما لي ولها نحوها عني قربوا إلي بغلتي يرحمكم الله بلاش فاشخر كدابة من أموال الأمة قربوا إلي بغلتي يرحمكم الله فلما ركب البغلة إذ به يرى صاحب الشرطة يمشي بين يديه بالحربة على عادة الملوك من قبل حرس الشرف قال من هذا قالوا يفعل بك على سيرة الخلفاء من قبلك قال تنحى عني يا هذا الرجل نحي حربتك عن الناس إنما أنا رجل من المسلمين أمشي كما يمشي المسلمون وصار بين الناس الله عليك يا أمير ثم دخل دار الخلافة فوجد السطور ستير غالية أوي والسجات بقى الغالية لتغوص في الأقدام والكراسي الفقمة قال بيعوا كل هذا واجعلوا ثمنه في بيت مال المسلمين بل نزل في بيت من الطين وكان في صقف البيت وفي جدران البيت ثقوب فجاء بالطراب وعجنه حتى أصبح طينا وأخذ يعجن فيه برجله ليسد بنفسه الخلل في بيته مش على نفقة الدولة بأيديه فدخلت امرأة كانت تعرف زوجته من زمان قالت يا فاطمة يا ابنة عبد الملك تجلسين كاشفة عن شعرك أمام هذا العبد الذي يصلح لك الضار قالت عبد أي عبد هذا أمير المؤمنين زوجي عمر ابن عبد العزيز فلما عاد إلى بيته بعدما ولي أمر الأمة ذهب يتبوأ مقيلا رحي أيل شوية فأيقظه ولده عبد الملك يا أبي هل ستنام قال نعم يا بني شغلنا في تكفين عمك ودفنه البارحة أقيل ساعة ثم أقوم بعدها حتى أرد المظالم قال وهل ضمنت يا أبي إذا نمت أن تقوم يا أبي الناس معهم المظالم على الأبواب قم يا أبي فقام وقال لولده ادنه ادنه فدنى فقبله بين عينيه وقال الحمد لله الذي أخرج من صلبي ولدا يدلني على الخير مر المنادي أن ينادي من كانت له مظلمة فليرفعها إلى أمير المؤمنين فتقدم إليه أولا رجل من أهل الذمة واحد نصراني قال إحلى الرئيس يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله قال وماذاك قال العباس ابن الوليد ابن عبد الملك ابن الرئيس اللي كان قبلك اغتصبني أرضي كلها والعباس ابن الوليد ابن عبد الملك ابن عبد الرئيس اللي كان رئيس موجود فنظر عمر إلى العباس وقال بماذا ترد يا عباس قال يا أمير هذا كتاب من أبي أقطعني هذه الأرض فقال عمر للذمي معه كتاب من أبيه الوليد قال يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله وتقول كتاب الوليد قال صدقت كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد يا عباس أردد عليه أرضه دا الإسلام يا نصارى مصر دا الإسلام يا نصارى العالم ليظلم في ظله أحد أبدا عدله وزهده وورعه عندما تولى رضي الله عنه ورحمه أخذ الجوهر من زوجته ومن بناته وأخذ الحلي ودفعه إلى بيت مال المسلمين وخير امرأته عندما رأى فيها تبرم بين أن تفارقه أو تصبر معه على هذه الحياة الخشنة الزاهدة فصبرت وما من أسابيع حتى صارت على طريقته في الزهد والورع رحمه الله أيضا أرسلت إليه ابنته أبوها بقى الريس بقى أرسلت إليه ابنته بلؤلؤة يا أبي الرسالة مكتوف فيها يا أبي أريد لؤلؤة تشبهها حتى أصنع منهما قرطا أتحلى به في أذني وانا أبويا شوية أبويا الريس الريس الساغة كلها في إيديه اقتصاد البلد كله في إيديه إيه يعني لؤلؤة زيادة من خزنة الدولة حتى لبنت الريس ننوس تعينه حبيبة قلبه فبعث لها عمر بن عبد العزيز بجمرتين من نار وقال جعليهما على أذنيك فإن استطعت بعثت بلؤلؤة تشبه لؤلؤتك فجعلتي منها قرطا تتحلين به سمع إن ابنه اشترى فص للخاتم بألف درهم ابن الريس لبس خاتم بألف جنيه وإيه ألف جنيه يعني ده عمر بيحكم نصف القرى الأرضية إيه المشكلة إن ابن أمير المؤمنين لبس خاتم بألف جنيه أقل الناس يعملها يعني فبعث إليه رسالة يا بني عزمت عليك إذا وصلتك رسالتي أن تبيع هذا الخاتم وتجعل ثمنه في بيت مال المسلمين واشتري لنفسك خاتما من حديد بدرهم وانقش عليه رحم الله امرأا عرف قدر نفسه أدي عمر مع عياله قدرش بيسرعوا أموال الدولة ينهبوها لا الناس بتخف ربنا كتب إليه واحد من عماله أما بعد أصلح الله الأمير فقد ابتليت بيناس عندي أكلوا أموال الأمة ولست أقدر على استخراج ما سرقوه إلا بأن أمسهم بشيء من العذاب فأذن لي يا أمير عندي ناس موظفين سرقوا أموال البلد بش عايزين يعترفوا اسمح لي أعزبهم أعلقهم أكهربهم نشتغل شغل أمن الدولة عشان يقروا فكتب إليه عمر أما بعد فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في تعذيب بشر وكأن إذن لك في عذابهم يقيق من عذاب الله غدا أوامر علق عزب طيب خلي المأمور ينفعك خلي الوزير ينفعك خلي الرئيس ينفعك كأن إذن لك في عذاب الناس سيقيق من عذاب ربك غدا وكأن رضايا عنك ينجيك من سخط الله غدا يا هذا انظر من أقر على نفسه فخذه بإكراره ومن قامت عليه البينة في أدلة وقراء فخذه بها ومن لم تقم عليه بيينة ولم يقر على نفسه فاستحلفه بالله العظيم وخلي سبيله وأيم الله وأيم الله لأن يلقوا الله بخياناتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم الله عليك يا عمر يلي بتخاف من ربنا الله عليك يلي بتخاف من ربنا لما ولي الأمر بعث لعمر بن مهاجر قال يا عمر أحتاجك قال في أي أمر يا أمير قال إذا وجدتني حت يمينا أو يسارا عن الحق فأمسكني من تلابيبي وهزني في الهواء بقوة وكن لي يتق الله يا عمر فإنك سوف تموت ابن عمر بن الخطاب اللي كان بيقول رحم الله من أهدى إلي عيوبه اللي كان بيقول لما قيل له اتق الله لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمع ده حفيد عمر يا أخوانا قال سفيان الثوري كان عمر رحمه الله يصلي العتمة العشة يعني ثم يدخل على بناته فيسلم عليهم يقعد مع بناته الصغيرين يسلم عليهم يقبل بناته يآنس بناته فدخل مرة إلى بيته فلما رأينه ولينا كل بنت خلت فوشاو وقريت تستخبه في البيت فقال للمربية ما هذا قالت يا أمير لم يجدنا ما يأكلنه إلا العتس والبصل فكرهنا أن تشم من أفواهه رائحة البصل فبكى عمر وجمع بناته في حضنه وقال يا بنياتي ما ينفع كنا أن تعشين ألوان الطعام ويؤمر بأبي كنا غدا إلى النار والله يا بنياتي نفسي أكلكم أحسن أكل بس من أموال الأمة أسرأ أموال الناس أروح النار عشان تكلوا كويس هذا عمر رضي الله عنه دخل المسجد ليلة في ظلام دامس فتعثرت رجله في رجل نائم فقال النائم وهو مغضبا يا هذا هل عميت واحد نايم فأمان الله في الجامعة واحد دهس عليه فأم زعلان قالوا انت عمى هل عميت قال رئيس الشرطة اقبضوا عليه عايز دبورة ده عايزي بألوة اقبضوا عليه قال عمر ولم ليه قال لقد سبك يا أمير قال يا هذا طق الله الرجل ما سبني إنما سألني بقول لحضرتك أعمى ده سؤال لست بأعمى وسامحني لأني تهستك بقدمي ثم أمر رئيس الشرطة أن يعتذر له لأنه فزع وروع ده عمر نفسنا كده بلاد الإسلام يحكمها ملوك وأمراء ورؤساء زي عمر ذكر ابن سعد في طبقاته أن عبد الحميد ابن عبد الرحمن كتب إلى عمر ابن عبد العزيز اسمعوا دي بأ يا أمير المؤمنين إنه قد رفع إلينا رجل يسبك وقد هممت بضرب عنقه لكني سجنته وأنتظر رأيك فيه يا ريس أبضن سعدتك على واحد بيجتمك أنا كنت هشنؤ بس قلت احبسوه أشوف رأيي سعدتك إيه فكتب إليه عمر والله لو قتلته لقتلتك به يا هذا إنه لا يحل قتل أحد بسب أحد إلا إذا سب رسول الله سب النبي كفر كفر في مجلد عظيم اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول في أحكام شرعية رائعة لسب النبي يقتل الحكومة التي تقتله الريز الولي الأمر يقتل إن تاب إن تاب يقتل حدا زي قاتل النفس وإن أبى يقتل كفرا إنه لا يحل قتل أحد بسب أحد إلا إذا سب الرسول ثم قال إن شئت فاسبب كما سبني شئتني ما بتلزعش يا عم وإلا فخلي سبيله هكذا كان عمر وهذا عفو عمر أما زهده كان من أطرف الناس قبل الخلاف منعم جدا يلبس أغلى الثياب ويعضع أزكى العطور ويأكل أندج الثمر ويأكل أطايب الطعام من أرفة وأطرف الناس فلما ولي نبس الخشن والمرقع وأكل الخشن ونام على الأرض وكانت حجزه قبل الخلافة غائبة في عكنه كان لكيرشي كده مشاء سمين سمين مليان فلما ولي الخلافة لو أردت أن تعد عدد أضلاعه من غير مس لا عددتها رضي الله عنك يا عمر كانت له غلة خمسين ألف دينار فلما ولي الخلافة جعل ينفقها كل ما جاء منها شيء حتى ما بقي له إلا قميص واحد مرقع كان يتسخ أحيانا فيخلعه ويغسله وينتظر في البيت حتى يجف الريس مع أن دجغ الجلبية وحده ملقع ويملك نصف الدنيا رضي الله عن عمر قال مسلمة بن عبد الملك دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده في مرضه الذي مات فيه فرأيت عليه قميصا وسخا فقلت لأختي فاطمة لزوجة عمر يا فاطمة اغسلي ثوب الأمير فإن الناس يأتونه من الأقطار والأمصار يعودونه ما ينفعش يا بنت الريس يبقى كده قالت أفعل يا أخي إن شاء الله فخرج وعاد بعد يوم أو يومين قال يا فاطمة اتق الله ألم أكل لك اغسلي ثوب الأمير قالت يا أخي إنه لا يملك غيره لو خلعته هأعود علي أن أدى من الناس ده الريس ده أمير المؤمنين ده عمر بن عبد العزيز ولما ولي خير جواريه كان عنده جواري وإماء جمع الجواري والإماء وقال لقد نزل بي أمر قد شغلني عنكن إلى يوم القيامة حتى يفرغ الناس من الحساب فإن شئت أعتقتكن جميعا وإن شئتن أمسكتكن على أنه لا يكون مني إليكن شيئا فبكينا إياسا منه فقالت جارية جميلة أوي أوي كان يحبها جدا وكانت زوجته فاطمة قد أهدتها له قالت يا أمير أين حبك أين هو يامك بي قال هو والله هو كما هو وزيادة غير أن ما عند الله خير وأبقى في كلمة لازم أقولها قرأتها كده تذكر زوجته فاطمة بنت عبد الملك تقول إن عمر مغتسل من جنابه ولا احتلام منذ ولي الخلافة حتى مات سنتين ونصف لشغله بأمر الأمة لشغله بأمر الناس أما الورع فهو إمام في الورع رحمه الله ورضي عنه يقول ابن مهاجر كانت لعمر بن عبد العزيز الشمعة ما كان في مصلحة المسلمين وفي حوائج الأمة فإذا فرغ من حوائج الأمة أطفأها وأوقض سراجة الرئيس قاعد بيشوف مصالح الأمة على شمعة من بيت مال المسلمين أول ما يحب يشوف حاجة شخصية يطفيها ويولع اللمبة بتاعته يجد نفسه مسؤول بين يدي الله عن شمعة أما اللي سرقوا من يردوا إن لم يتوبوا ربنا هيعمل فيهم إيه لكل واحد جرر لي وراه عشر عربيات عربية للمدام عربية جيم الخضار عربية للبيه عربية لديدي هانم ربنا هيعمل فيكم إيه يجد نفسه مسؤول بين يدي الله عن شمعة جاء يوم العيد جاء يوم العيد فجاءه ولد من أولاده قال يا أبي غدا للعيد أين ثيابي الجديدة لماذا لم تشتري لي ثوبا جديدا يا أبي كسائر أصحابي قال يا بني لا أملك لك شيئا اقضي العيد في ثيابك القديمة فقال خازن بيت المال يا أمير ما رأيك أن أعطيك راتب شهر مقدم حتى توسع على عيالك في العيد قال ثكلتك أمك هل علمت أني سأعيش شهرا مقدما حتى تعطيني من أموال الأمة راتب شهر مقدم ففي يوم العيد الريس قاعد اللي بيحكم الشام كلها الحجاز كلها اليمن العراق ملاد ما وراء النهر مصر ليبيا كل دف ملكه قاعد كده رضي الله عنه والناس بتهنيه وكل واحد صاحب معه أطفاله اللي لبس الجديد واللابس بعيد فنظر عمر إلى أولاده فوجدهم أقل الأولاد هم الوحيدون الذين يلبسون البال والمرقع والقديم فأطرق برأسه وبكى قال له ولده ما يبكيك يا أبي قال يا بني نحن في عيد وأنتم تلبسون القديم خشيت أن تنكسر قلوبكم يا بني فقال الولد الصالح لا يا أبي ليس العيد بلبس الجديد إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد لا يا أبي لا ينكسر إلا قلب من عق مولاه وعصى أمه وأغضب أباه هكذا كان عمر وهكذا كان أولاده ذكر ابن الجوزي في سيرة عمر أن عمر ابن مهاجر قال اشتهى عمر ابن عبد العزيز يوما تفاحا قال لو كان عندنا شيء من تفاح فإنه لذيذ الطعم طيب الريح الريس الريس نفسه يأكل تفاح ما عندهش فلوس يجيب فأهدى أحدهم له سلة تفاح يا سلام يا ريس سوء العمور بتاعنا يا سلام سوء اكتمر بتاعنا يا ريس يا سلام جمعت له سبت تفاح أمريكاني نمر واحد قال عمر ما هذا قالوا هدية يا أمير الرجل التاجر سيبع أنك يعني نفسي سعدتك هفاك على تفاحة ومش لقيت يشتري لك ولا لعيالك يا ولدا صعبت عليه جايب لك سبت تفاح قال ارفعوه قالوا يا أمير إن النبي قبل الهدية قال اسكت هي هدية للنبي ورشوة للعمال من بعده فيش حاجة مسؤول وزير ولا محافظ ولا رئيس حي ولا عدو يقولك ده ده هدية النبي قبل الهدية ده يا يا كذاب هو بيديك النهاردة عشان تدله بكرة هدايا لعمال رشوة هدايا لعمال رشوة قال لك محبة الناس بتحبيني يا أخي محبة بيدوني كده محبة أرأيت لو قعدت في بيت أمك أكانت تأتيك هديتك لو سعدتك طلعت يا باشع المعاش هلقولك معاش اللي مزعلك ده رشوة قال ويحك إن الهدية كانت للنبي وهي لنا رشوة قال الفهري عن أبي قال كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاح الفيئ فتناول ولده تفاح بيوزع تفاح الناس الرئيس فابنه وقف معاه صغير خد تفاح وأراد أن يأكل منها فجزبها من يده وانتزعها من وأوجع ولده ضرب فسعى إلى أمه باكيا فأرسلت أمه إلى السوق واشترت له تفاح فدعى عمر وسأل وقال والله عندما انتزعتها من بين أسنان ولدي كأنما أنتزع قلبي من صدري ولكني كرهت أن أضيع نفسي بتفاحة من فيئ المسلمين أخش النار في تفاحة أبيع الأخرة بالدنيا أشتري النار بالجنة أي غباء أي غباء لو فعل هذا رضي الله عنه ذكر ابن الجوزي أيضا في سيرة عمر عن ربيع بن عطاء قال أتي عمر بعنبر من اليمن فقام يقسمه على الناس عنبر قام يقسمه على الناس وقد أخذ بأنفه بيوزع الطيب ريحة على الناس وكتم من خلقه فقال أحدهم مزاحم الخدم بتاعه لماذا تأخذ بأنفك يا أبير وإنما هي رائحته فقط هو أنت خدت حاجة أنت شام ريحته وهي ريحة زيعة في الطريق كله وإنما هي رائحته فقط قال ويحك يا مزاحم وهل ينتفع من الطيب إلا بريحه فما زالت يده على أنفه حتى رفع العنبر الورع ده إيه الورع ده تواضعه قال رجاء بن حيوة سهرت ليلة عند عمر بن عبد العزيز صهران فين في الأبرة لا فحفلة بيغنوله اخترناك وهنمشي واراك هو عمر بتاع التهريك ده ده ناس محترمة صهران فين عمر بن عبد العزيز يعني أعب بيشوف المباراة القمة هو فضل الهيافة دي ده صهران معه في مصالح الأمة قال سمرت ليلة ما عمر بن عبد العزيز فاعتل السراج اللم بطفت فقمت لأوقدها قال مكانك يا رجاء مكانك يا رجاء ثم قام وأوقض السراج وعاد وجلس قال ما الذي حصل يا رجاء قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر واعلم أنه من لؤم الرجل أن يستخدم ضيفه أشغل الضف عندي أجيب ضف عندي يتعاش هو إيه كهربائي يا الله يا جدع اللمبا دي بيزة والغسلة دي خربانة والخلاط مش عارف إيه الله انت شغلته بقدي ثمان العشوة عشرين مرة إن من لؤم الرجل أن يستخدم ضيفه ذهبت وأنا عمر وعدت وأنا عمر فبيحبش مسحين الجوخ فبيحبش الطبالين ولا الزمرين النهاردة كل حاكم قالوا أنت الألمعي وأنت العبقري وأنت الذكي وأنت الفصيح وأنت وأول ما يتشال ده كان حرامي وضلالي وبيفهمش النبي قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب بعض الصحابة الصحابة كانوا يأخذون الحديث على ظاهره فإذا رأى أحدا يمدح أحدا لما ترفوا وشه فعلا وإن كان الكلام على المجاز مش عايزين نقعد ننفق في بعض لا في المشايخ لا في المشايخ ولا في الحكام ولا في المسؤولين اتقوا الله أنا محبش أبدا اللي بينفقوا في المشايخ دول عايزين نعين كل واحد على دعوتهم نعم يما اتباعه للسنة فيقول رحمه الله لو أن الله قطع من لحمي بكل بدعة أميتها وبكل سنة أنعشها قطعة حتى يأتي هذا على نفسي لكان هذا في الله يسير رحمه الله بكاؤه وخشيته تقول زوجته فاطمة قد يكون في الأمة من هو أكثر صلاة وصيام من عمر بن عبد العزيز ولكني لا أعتقد أن في الأمة من هو أكثر خوفا من الله من عمر بن عبد العزيز دخلت عليه ليلة وهو يصلي ويبكي 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 ثم أغشي عليه قلت يا عمر ستهلك نفسك ما كل هذا البكاء قال يا فاطمة إني قد وليت أمر هذه الأمة فتفكرت في الفقير الجائع فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأصور والكبير ذي العيال الكثير والمال القليل وعلمت أن الله سائلني عنهم غدا يا فاطمة وأن حجيجي فيهم رسول الله يا فاطمة فخفت أن لا تثبت لي حجة فرحمت نفسي فبكيت يا فاطمة فبكيت يا فاطمة وأغشي عليه قالوا له مرة كيف أصبحت يا أمير المؤمنين كيف أصبحت يا ريس قال أصبحت بطيئا بطينا متلوثا بالخطايا أتمنى على الله الأماني ما كانت شايف نفسه ما كانت شعنده عجب عمر ابن عبد العزيز قال أصبحت بطيئا بطينا متلوثا بالخطايا أتمنى على الله الأماني صبره ورضاه مات ولده عبد الملك ومات أخوه سهل ابن عبد العزيز ومات خادمه مزاحم في ثلاثة أربعة يام وربع فدخل عليه الربيع بن سبورة وقال عظم الله أجرك يا أمير لا أرى أحدا قد ابتلي بمصيبة كمصيبتك والله لا أجد ولدا كولدك ولا أخا كأخيك ولا خادم كخادمك فجرى الدمع من عينه قالوا هيجت عليه الأحزان فرفع رأسه وقال أعد ما قلت فأعاده قال لا والله لا والذي قضى عليهم بالموت ما أحب أن شيئا كان من ذلك لم يكن شفت التسليم والرضا بقضاء الله وبقدر الله ثم قال اللهم رضني بقضائك اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت موته توفي رحمه الله وعند تسعة وثلاثين سنة وكم شهر في حمص خمسة وعشرين رجب سنة مية وواحد هجرية وكانت بن أمية قد ضجروا منه وقد أخذ من أموالهم الكثير مما أخذوه على غير الحق فدسوا له السم قال صاحب تاريخ الخلفاء قال مجاهد قال لي عمر بن عبد العزيز يا مجاهد ما يقول الناس في لما مرض قال يقولون مصحور قال لا والله ما أنا بمصحور وإني لأعلم الساعة التي سقيت فيها السم ثم نادى على غلام من غلمانه الخادم فقال له ويحك ما الذي جعلك تدس السم لأمير المؤمنين تقتلني يا ابن ليه دفعوا لك كم قال ألف دينار ووعدوني أن أعتق قال هات الألف دينار اجعلوها في بيت مال المسلمين وأنت حر لوجه الله اذهب في مكان لا يراك فيه أحد العظم دي العظم دي ثم دخل عليه مسلمة في مرضه فقال يا أمير إنك قد أكفرت أفواه أبنائك وشددت على أبنائك فأوصي لهم بشيء من مال قال أسندوني أسندوني أما قولك أني أكفرت أفواه أبنائي فإني والله ما منعتهم حقا هو لهم ولن أعطيهم أبدا ما ليس لهم بحق وأما قولك أوصي لهم فإن وصيي في أبنائي الله الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين آمه ربنا قال وليخشى الذين لو ترقوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا بعت العيانه بقى حضاشر ذكر سوى البنات قال أي بنية أعلم أني أكفرت أفواهكم شددت عليكم ولكن أنتم بين صنفين تقى وعد الله بإغنائكم فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب أو بغى فلا أترك لكم من أموال الأمة تستعينون بها على معصية الله وأدخل النار ابن الجوزي ذكر إن الخليفة المنصور قال لعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عظني قال أعظك بما سمعت أم بما رأيت قال بل بما رأيت قال مات عمر بن عبد العزيز ولم يترك إلا سبعتاشر دينار كفنوه واشتروا القبر وكذا وقص ما بقي على أبنائه ومات عفوا هشام بن عبد الملك فترك لأولاده لكل واحد ألف ألف يعني مليون فرأيت أبناء عمر منهم من يجهز جيشا يغزو في سبيل الله ورأيت من أبناء هشام لسبلهم ملايين من يتصدق عليه لما اشتد الموت بعمر واشتدت عليه السكرات قال لمن حوله خرجوا عني خرجوا عني فإني أرى وجوها جميلة مضيئة ما هي بوجوه إنس ولا جن خرجوا عني فخرجوا عنه وأغلقوا عليه الغرفة ثم سمعوا صوتا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين فدخلوا عليه فواجدوه قد مات رضي الله عنه ورحمه إنه أمير المؤمنين حقا العادل الورع التقي اللهم ممن علينا برئيس ولو فيه عشر معشار عمر بن عبد العزيز اللهم أمن على كل الأمة بملوك وأمراء ورؤساء ولو على عشر معشار عمر بن عبد العزيز اللهم هيئنا لنرزق بحاكم كعمر بن عبد العزيز اللهم طيب ثراه اجعل فردوس مثواه احشرنا معه تحت لواء حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن نبيك قال يحشر المرء مع من أحب اللهم إنا نحب هؤلاء ولم نعمل كأعمالهم فاحشرنا معهم بحبنا لهم يا رب العالمين آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلام النبلاء رجال رباهم خير نبلاء اقتبسوا من مور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن نعماء ترجم بحبن قبل انقا